السلام عليكم بناس كديرين لبس عليكم مزيانين كنتم بناس كونوا كاملين بخيروا على خير اولا قبل ما نبدأوا الفيديو دي اليوم كنشكركم بزاف بزاف على اللي كومنتر ديالكم على التفاعل ديالكم في الوصفة اللي خليت لكم ديال صباغة الشعر باللون البني الشوكولاتي طبعا بلحنة بلا اكسجين ونظر الطلبات ديالكم الكتير بخصوص لون هكا عسليز عائع عرص ففار يعني ديال الوقت كما كان قولو بزاف منكم تلبوا ليه وبغاو بلا اكسجين بلحنة بلا تشي وليوم ان شاء الله غنشاركوا معكم الوصفة زوينة بزاف غي تبعوا طريقة والمراحل بالتفصيل وطبعا حتى الشيبال لبنات الى داومتوا عليه كونوا متأكدين انه غادي تغطى لكم بواحد نسبة اللي هي كبيرة غير الوصفة الطبيعي كيبغوا المداومة ولكن اللي نقدر نضمن لكم هو ان النتيجة كتبت تسبب من اول استعمال بالنسبة اللي بنات اللي كيقولوا يبغينا جولة في الصالون اصحاباتي احباباتي رهل الجولة كينا بزاف دل مرة درتها ولكن في النصف الثاني من الف ولكن الوصفة نبدو هدا بان شاء الله غيرها كباش يعني هكا كان سهلو عليكم كل واحدات جر الفيديو في المرحلة اللي هي بغية بالنسبة لأول مكوينة البنات هو البابونج البابونج لها معروف جدا انه كي زعرنا الضغبة او كي اعطوا حل لون اسفر تقدروا تستعملوا غير المغلة ديالها دروها كفش قريعات وقتر الشهدي ما على شعركم كي اعطي لون زوين 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 بزاف تقدروا يعني غير المدية اللي تخلطوه تمع الشامبوين يعني عنده بزاف ديال استعمالات على البابونج حتى مبيض البشرة اه كندروا بزاف ديال ماسكات اللي هما زويني بزاف كي ما اكت لكم خديث هنا تقريبا واحد لاسة ديال معالقة كبارين ديال بابونج ووزت عليهم واحد الكاس ديال الماء وغندرهم فوق البوطة سنجهد البوطة في الول غير بداية سيُشرب يادك الماء ووده البابونج وہا ضيط ونزيد اشهد الوحد كاس وقطه وننقص البوطة في الون مهل مزيان ITEM كيف يمكنه السخز ونزيدوا عليها المبركز الفوة المعروفة لشابية خطيرة الفقر الدم وهذا الورض البلدي الفوة تقريبا واحدة معالقة كبيرة ولأثioso جمعة أو تلسة المحلوة كبار فقط اضع المجرد للمرقية يوضع المرقية في هذا المرقية تشغيل المراحل ويجعله الوضع وفي نص الوقت تسجيل الدماء واحدة الشعار والجلدة نتلقى من ما اغللنا البابونج صفيه هنا سفيت البابونج مغلوق بحلاقه سنضيفه سنضيف المعرقة كبيرة للقهوة سريعة الدوبان يمكنك اضيفه على البابونج و المزا سخون نضيفه نضيفه على الورد نضيفه سوف نضع الفوه بالنسبة للمشاهدة نضع الفوه بالنسبة للمشاهدة نضع الفوه بالنسبة للمشاهدة نضع الفوه بالنسبة للمشاهدة المكوين هو الكوركم هذا الكوركم البلدي الكامون الكامون يتعتبر ملوين للشعر لا يعطيه لون غذار كما ترى الخليط سوف اعقاد بزاف بشر طب لنا بصراحة بالنسبة للشعر نفضل ان نستعمل غير اصفر البيض وبالنسبة اللي شعرها يعني ميل دهني نستعمل البيض مع اصفر لان كما قلت لكم هذه الوصفة لا نطبقها على شعري اعنا لان انا عدرت البنية نخلطها كامل مع بعض ياسوخ سوف نسجم لنا مزيان وطبعا ضروري من زيت الزيتون انا كنفضل زيت الزيتون في الوصفة الطبيعية اتقلوا يا لا زيت مكتخلي صبغة لالبنات الزيت زوين رحتها بالنسبة لابغت تدير احتليمش او للصبغة الكيموية العادية ما فيها بس الى ارتبتش عركوا شوية الزيت هكت الزغبة ديك مكتحق نخلطها كامل وضروري من واحد المكوين اللي هو اساسي ومهم في اي سبغة طبيعية كتديره اللي هو الخل الخل البناترا ما كيدير شيء ما كيساعد ان الشببان متشحجة بالعكس هو متبت لللون واحد المعلقة كبيرة سوف نخلطو هاتشي كامل مع بعدياته سوف يالبنات وبهكا السبغة ديناك تكون واجدة ولكن قبل ما نستعملوها ضروري انا نغطيوها بالبلاستيك الغذائي ونخليوها على الاقل واحد 15 دقيقة او 20 دقيقة ترتاح لنا وينتاجوا المكونات مع بعدياتهم عادلين ندرهم الشعر دينا بالنسبة للمدة دي الشعر طبعا هال الوصفة هدي ما فيها لا ديكاباج لا حنة لا تشي حاجة اللي تخافوا منه انها تحرق لكم الشعر يعني من ساعتين ثلاثة السويع وانتي غادية وطبعا مع المدوغة مع المدوغة معليها سوف تحصل على واحد اللون اللي هو خطير ومكين في حتى شي بلاصة ولون اللي هو زوين قبل ما غادين ندوزوها البنات الجولة دي السالون كما وعتكم تلبية الطلب بزاف دي البنات لكي تلبوني والله هالبنات را ماشي ما بغيتش ندير لكم الجولة ولكن راه دي ما كنديرها في القناة عني فيما كنديرش جديد في السالون نحطها ما ينبقى في الاخر دي الفيديو عند لكم الجولة ده بغندوزو المسابقة اللي بغيتكم كاملين تشاركو تربحو فعالي هي مشاركة مع صديقتي سار الابراهيمي هذي نخلي لكم الرابط دي القناة اللي فيها المسابقة وغتدخلو لدوك القنوات كما كتشفوها كمسوات كينين قنوات ماشي اكترا قنوات لي هي قليلة وفعلا كتستحق قنوات طقية محتوانقي خاصهم غير تشجيع لا نخسروا ولو نحسس بو انه اجر عند الله وتشجيع ليهم وكذلك حتى انتو ما غادي تستفدو يعني كينين عشرة ديال الرابحات خمسة في قناتي وخمسة في قناة صديقتي سار الابراهيمي نشاء الله مازال غندلو لكم مصابقة وحدين اخرين كبار كبار فرص العام يعني ترقبو الجديد لان كينين بزا ديال حواجزويني كيف ما قلت لكم انا غادي نخلي لكم الرابط ديال القناة اللي فيها المسابقة وانتو ما معليكم غير تدوزو على دوكل قنوات كاملين ما خسكم تنقذو حتى شقنات خاسكم تشاركو وتفعلو الجرس الجرس يكون عندو دوكل ودينات وديرو لايك وتخليو لهم تعليق بمحتوى الفيديو او لحنا منطرف حسنا او لمنطرف سارة او لمنطرف سارة بحسنا او لمحتوى الفيديو يعني شنو ما بغيتو المهم هو ان يكون تعليق لان الابليكاسيوني اللي كندرو بها التيراج داروري خاصها تلقى هاد الشروط هادو كاملين ولكن الفيديو اللي غادي نسحب منو انا غادي نخليلكم حتى هو الرابط دياله وغن دلكم لي واحد الاشارات وغنكتب فوق منو باش هادك هادك هو بالضبط اللي غادي يعني منو مناش غادي ندير السحب ديال المسابقة نتمنى ان الطريقة سكون واضحة ومفهمة وحد موافق لي جميع وكذلك يمكن لكم تختارو واش بغيتو فلوس او لبغيتو كادو على الدق ديالي في بززاف ديال حواج زوين بالنسبة للصالون جاي هكا مربع ماشي طويل وماشي ماشي دائري ماشي مربع جاي هكا القبص ديالو بلدي وعندي فيها دكترية عندي فيه دكتريات هكا في الجناب وعندي فيه تقويصة ديال القبص على هاتي الشكل وعندي شرجم واحدة كفوص الصالون ديالي من القنط القنط مع انهم كيقولوا ان كي لادرتي السالون ريدو ديالو من القنط القنط كي يعطي هكا وسيعي احساس ديالي انه غاتي خنق لي السالون خليز هكا الشرجم فلوس وخليت واحدة لسباصف هكا عليمة وعندي فيه هكا المقانة اللي كي معروفين وكيتركبوا هكا هكا كيتلسقو فيه يعني كيتلسقو فيه وفي الجيال أخرى ديال بانا هاد المرايات ديال اكيا اللي كيتبعوها كعشره ديال بياسات بمية خمسطاش درهم وكيتلسقوهم حتى هما فالحاد انا دير اكل ما ديال في الحاد بالنسبة للزربية ديرا ها باج وفيها واحد النقايشات بالقري بحل دك لوغى بال ديال الخشب اللي عندي فالصالون بالنسبة للخشب بزاف منكم كي سولوني في نصابتي عند منت عقلة لان السيدة اللي صابه من العام الفيت واصلا انه مبقى في خنافرة يعني مش عرحل من خنافرة مين يخد المزوينا والخشب الثقيل وصراحة في الاول لان اشبتها لانه ملقيتها سابته تخوف سمنه لانه ملقيتها لانه غير مالا يجوليها معه ولكن في الاخر منظمتش عليه بصراحة اعجبني بزاف وجيش حاجة المختلفة على الدهبين اللي كان في كل دار في الكاميرا يكون بحلة صغيرة لاندي هنا صداري صغير فيه متر وشي حاجة متر ونصف وعندي واحدة اخر هنا تقريبا فيه متر ونصف وعندي صداري هكا الليمن وصداري الليسر وعندي ليها جوج سدادر يعني جوج سدادر كله صداري فيه جوج متر يعني في المجموع 4 متر في العرض بالنسبة للامض هداك المطروز كنت اخذيته بتقريب من 1200 انا اخذيته في الوقت ديالي كان غالي وخوصا هنا خنافرة يعني ما كتفصلناش لحاجة بتامع المناسب ولكن انا ما استعملتش اللور ديال الخدية بنفس الترزة يعني استعملت غير قدام اما يلاقي اللور غلقه وسامبل سوف في استعملت هنا مدرش لحصة يعني جاية مخيطة جاية مخيطة يعني ذيك الهاد زواقه هذي ملاسخة مع عادة الميطة وهادوك ديال جناب دير المبرة لسامبل ولكن مترازة هانتمو كما كتشوفو هذه تقامت عليها شوية اه خيصة على المترازة هذه تقامت عليها تقريبا بكما كنت لكم 1200 او 1400 ولكن هذه تقامت عليها بشي 120 درهم سوف يقول لور ديال الخدية كما كنت لكم رأسامبل يعني غير قدام دي ما حاولو انكم تستغلوا كنقول لش غادي نضيع التوب في اللور اه 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 استغلية صغير قدام وهاد طرزها هاذي جاية مخيطة يعني مخيطة كسبانบحلة رأيها جاية حلفة ولا لحفة ولكن هي اللي رأيهمدية سوف يضرت نفس الشي هنا ادرت ثلاثة ديالوريدات لحقتي في الوسط وصداري الاخر أدرتها كايا ساهواء غير جوج جوج بانضات منها التوب بالنسبة للديكورات اخذتوا من اكيا كما تعرفوا هذا الفاز صغير اخذتوا بخمسة درهم وهذا الوريدة بستة درهم وللعكس مقتش عقلة شوفوا البنات على ورد اخذتوا من الشاب هذا الورد البلدي الطبيعي غزال 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 ودخلتوا هنا في هذا الفاز اعطى واحد اللون كي يحمق هذا الشركين بخصوص صالون كانت تمنى ان يكون جاوبتكم المهم اللي انا عقلة علي هو ان تلامط كاملين تقاموا عليه بستة درهم بلا خدادة كانت عندي الظربية وحاجة واحدة اخرى اللي يسولون عليها بزاف 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 هم هذا الخدادة هذا الخدادة اعطى واحد القيمة غزال للصالون يعني بهجوه لي اكثر ما هو لون بهجوه هذا الخدادة اخذتوا بستة درهم مليمترو اوديتوا عند الخياط وهو فصله ليه اشوفوا خرج من هذا الخدادة سوف اعطاهوا واحد المنادر غزال السالون في اخذت هات السالون اخذتوا طلامت اخذتهم من عند حمد اللي كانت في زنق السينيما بالنسبة للناس ذي الخنافرة وهذا ما كان كي ما اكتلكم او طبالي درت لهم هات الجاجة دي ما ديروا الجاجة قطعتها قيمة و قطعتها قيمة واحدة كبيرة في الوسط كانت مني انا الفيديو دي اليوم يكون اعجبكم و يكون اخلط بين الصباغة و بين جولة السالون المهمة هنا و غيسر الفيديو دينا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا